اشتركوا في القناة في درس جديد من دروس الكيمياء الصف الخامس العلمي طلابنا الأعزاء مستمرين إن شاء الله في استكمال فصل الرابع المحالي واتكلمنا في آخر درس عن المحلول فوق المشبع المحلول غير المشبع والمحلول المشبع وطلابنا الأعزاء تكلمنا أو بدنا بالكلام عن الذوبانية فما هي الذوبانية طلابنا الأعزاء أحب أن أثبت لمن تعريف المهمة مرت علينا بالثالث المتوسط وإن شاء الله بالسادس ندرسها بشكل أوسع قابلية الذوبان أو الذوبانية أكبر كمية من المادة عدد غرامات عدد مولات إلى آخرين التي يمكن أن تذوب في كمية معينة حجم أو كتلة من المذيب أو المحلول عند درجة حرارة وضغط محددين وانتبه درجة حرارة وضغط محددين عدد غرامات المذاب التي تعريف آخر عدد غرامات المذاب التي يمكن أن تذوب للوصول إلى حالة الإشباع في 100 غرام من المذيب طلابنا الأعزاء إذن أكبر كمية من المادة المذابة يمكن أن تذوب في كمية من المذيب أو المحلول هذه تسمى بقابلية الذوبان وهناك عوامل تؤثر على الذوبانية خلي نبدأ في دراستها طلابنا الأعزاء ويجيك سؤال ما هي العوامل التي تؤثر على الذوبانية اتكلمنا عن درجة الحرارة ذكرنا خلي نذكرها بالتفصيل درجة الحرارة غالبا لما نزيد درجة الحرارة تؤدي لزيادة الذوبانية والعكس طبعا صحيح أي بتقليل درجة الحرارة تقل الذوبانية لكن هذه ليست قاعدة عامة قد يسأل بعض الطلاب لماذا هذه ليست قاعدة عامة طلابنا الأعزاء الغازات تختلف عن بقية المواد حيث بزيادة درجة الحرارة مثل ما نعرف سابقا بالمراحل السابقة أن الذوبانية تقل للغازات طيب خلي نتكلم عن تعاليد تزداد ذوبانية كي أن أو ثري أو نترات البوتاسيوم بزيادة درجة حرارة المحلول لاحظ عملية الذوبان هذه المادة في مذيب معين تؤدي إلى أنخفاض درجة حرارة المحلول أي برودة المحلول الناتج لذلك تزداد الذوبانية بزيادة درجة الحرارة وإن شاء الله تتعرف بالسادس على لوشاتلي وهذه العمليات الإنعكاسية علل تقل ذوبانية سي اي او اللي هو أوكسيد الكاليسيوم بزيادة درجة الحرارة نلاحظ هنا العملية بالعكس عملية الذوبان المذاب في المذيب تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المحلول سخونة المحلول لذلك تقل ذوبانية أوكسيد الكاليسيوم بزيادة درجة الحرارة بقى أخيرا أن ننأكد بشكل عام تكون ذوبانية الغازات مثل ما ذكرنا أكبر في المذيبات الباردة من ذوبانيتها في المذيبات الساخنة لذلك نلاحظ طلابنا الأعزاء بحياتنا العامة المشروبات الغازية توضع في برادات للحفاظ على درجة برودة وحتى هذه الغازات تدوب في هذه المشروبات الغازية طيب طلابنا الأعزاء أتكلمنا عن العوامل المؤثرة العامل الأول على الذوبانية درجة الحرارة نتكلم عن العامل الثاني اللي هو طبيعة المذاب وطبيعة المذيب بشكل رئيسي تعتمد قابلية الذوبان على طبيعة كل من المذاب والمذيب وقاعدة عام طلابنا قاعدة عامل الإذاب الشبيه يذيب شبيههم قد تسألني شبيه يذيب شبيهه يعني المادة القطبية أو المذيب القطبي يذيب المادة القطبية المذيب غير القطبي يذيب المادة غير القطبي د覓laimوا لاحظ مثلاً مثل من؟ مثل الكي سي أل أو كلوريد البوتاسيوم يذوب في الماء وكذلك المذاب غير المستقطب يدوب في مذيب غير مستقطب مثل يوت في رباع كلوريد الكاربون النقطة الأخيرة التي تكلمنا عنها الضغط الضغط طبعا ليس لتغيير الضغط تأثير ملحوظ على ذوبانية المواد الصليبة والسائلة ويؤدي زيادة الضغط إلى زيادة ذوبانية الغازات أرجع لك نفس المثال من حياتنا العامة بالمشروبات الغازية يتم ضغط الغازات ضغطها لاحظ بضغط عالي في القناني أو قناني المشروبات الغازية حتى تساعد على ذوبان هذه الغازات لكن عند رفع الغطاء تلاحظ تصاعد هذه الغازات قل الضغط إذن قلت ذوبانية هذه المشروبات أو هذه الغازات طيب الآن تكلمنا عن العوامل التي تأثر على الذوبانية وما هي العوامل التي تؤثر على عملية الذوبان لا تؤثر على الذوبانية لأن عرفنا العوامل التي تأثر على الذوبانية أولا حجم الدقائق المذاب عملية الذوبان هي عملية تحصل للسطح الخارجي لدقائق المذاب بحالة تماث مع المحلول لذلك عند زيادة مساحة سطح الدقائق تؤدي لزيادة سرعة الذوبان فإذا طحنت دقائق المذاب وجعلتها بحجم أصغر يزيد ذلك من المساحة السطحية الكلية لهذه الدقائق ما يؤدي لزيادة معدل سرعة الذوبان تلاحظ طلابنا الأعزاء في حياتنا العامة أو في التجارب العلمية نميل إلى طحن أو سحق المواد حتى تزيد المساحة السطحية للمادة المذابة المعرضة للمذيب فذلك يؤدي إلى زيادة سرعة الذوبان طيب هذا العامل الأول دعنا ننتقل إلى العامل الثاني ونتكلم التحريك والرج التحريك والرج تؤدي لتعريض سطح دقائق المذاب إلى دفعات جديدة من المذيب بشكل مستمر ما يؤدي لزيادة معدل سرعة الذوبان وهاي بحياتنا العامة طلابنا الأعزاء لما نشرب الشاي أو المشروبات نحاول التحريك وذلك لزيادة سرعة الذوبان دقائق السكة حتى لما نحرك الدوب في المذيب مثل الشاي أو المشروبات الأخرى العامل الأخير اللي هو درجة الحرارة نلاحظ أن زيادة درجة الحرارة أو ارتفاع الحرارة يؤدي بالإضافة إلى زيادة قابلية الذوبان للمواد الصلبة أو السائلة إلى زيادة سرعة الذوبان هذا تعليل لأنها تؤدي إلى زيادة في حركة مكونات المحلول من خلال زيادة طاقتها الحركية وإحداث تيارات الحمل أو الحمل نفس تأثير الحركة الميكانيكية يعني نفس ما ذكرت عزيزي الطالب لما تحرك أيضاً هذه التيارات الحمل تساعد على سرعة ذوبان المواد لذلك نفضل كعراقياً أن نشرب الشاي ساخن طيب طلابنا الأعزاء بعد أن تكلمنا على العوامل المؤثرة على الذوبانية والعوامل المؤثرة على قابلية الذوبان عندنا تعليل يكون تأثير درجة الحرارة معاكس على قابلية ذوبان الغازات زيادة درجة الحرارة تزيد من الطاقة الحركية لجزيئات الغاز ذلك يؤدي إلى التغلب على قوة الترابط البينية التي تربط بين جزيئات الغاز بمكونات المحلول بذلك تستطيع الهروب من المحلول هذا الكلام شنو طلابنا الأعزاء اتكلمنا عن المشروبات الغازية وتكلمنا عن درجة الحرارة والسبب وضحة فيه برادات أو تبريدها وذلك لأنه ارتفاع درجة الحرارة يؤدي إلى القوة يعني يكون أكثر تأثير على القوة بين الجزيئات لذلك هذه الجزيئات الجزيئات الغازات تحاول الهروب أو الخلاص وتنطلق طيب طلابنا الأعزاء بعد أن نتكلمنا عن المواضيع السابقة نتكلم عن موضوع أو سؤال من الأسئلة المهمة قارن بين المحاليل الحقيقية والعوالق والأنظمة الغروية بداية انقارن بين حجم دقائق المذاق المحلول الحقيقي انتبه هو محلول متجانس حجم الدقائق من صفر واحد بالعشرة إلى واحد نانو متر والنانو متر هو عشرة السالب تسعة من المتر بحجوم جزيئية الأنظمة الغروية راح يكون هي أيضا حالة بين المحاليل الحقيقية والعوالق حجم الدقائق من واحد إلى مئة نانو متر أما العوالق فهي عبارة عن جسيمات صليبة عالقة في وسط سائل حجم الدقائق المذاق تكون أكبر من مئة نانو متر نتكلم عن الذوبان ذوبان المحاليل الحقيقية في المحلول يكون نظام متجانس لا تنفصل عن المحلول متجانس يعني لا تنفصل عن المحلول ولا يمكن رؤيتها حتى بأقوى المجاهر أو فصلها عن المحلول بالترشيح يعني لما نستخدم ورقة الترشيح ما تنفصل الأنظمة الغروية تشكل نظام غير متجانس انتبه غير متجانس شنو يعني ذو طورين صليب وسائل لا تنفصل فيه دقائق المذاق بالتركيض ولكن يبدو للعين المجردة أو باستعمال المجهر العادي ولا يمكن فصل المذاق بالترشيح ويمكن أن نلاحظ ظاهرة التندال هي عبارة عن مرور الضوء خلال الأنظمة الغروية مثالنا على ذلك على الأنظمة الغروية الحليب أو الدم أما مثالنا على المحاليل الحقيقية فهو كلوريد الصوديون في الماء أو محلول السكر في الماء العوالق هي عبارة عن جسيمات صليبة عالقة في وسط سائل حجم الدقائق مثل ما ذكرنا أكبر من 100 نانومتر أنظمة هي عبارة عن أنظمة مكونة من طورين مميزين صليب وسائل يعني هي أنظمة غير متجانسة قد تكون دقائق المذاب غير مرئية للعيان ولكن يمكن رؤيتها بالمجهر الأمثلة على العوالق مثل عالق كلوريد الصوديون في البنزين وعالق الرمول في الماء وتلاحظ طلابنا الأعزاء في الغالب العوالق بعد فترة عملية التركيز أن يركض المذار في الأسفل طلابنا الأعزاء بعد أن تكلمنا على أنواع المحالين في درسنا إن شاء الله ننتقل إلى مواضيع أخرى في المحالين في الفصل الرابع نلتقيكم إن شاء الله في دروس أخرى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة